السلام عليكم معكم الدكتور هلال يا رب تكونوا جميعا في احسن صحة واسعد حال النهاردة هرد على اخر الاسئلة اللي جات هنا على قناة الدكتور هلال ونشوف ان شاء الله ربنا يسرها ونعرف نرد على اكبر قدر ممكن من الاسئلة اخونا السؤال الاخر سؤال جاء القناة واحد اسمه عابر سبير قال الله تعالى ومن يتوكل على الله فحسبه نعم وقال تعالى قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا وقال تعالى فاذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ولا يستقدم صدق الله العظيم والله ما ينفع لا علاج ولا مكملات الا التوكل والايمان وقراءة القرآن والدعاء الصالح الحياة والموت بيد الله سبحانه وتعالى الرياضة بيصخر بقى اخونا عابر سبيل ده بيصخر بيقولك الرياضة البدنية قال يعني ربنا يهديك يا عابر يا سبيل طبعا سبحان الله وتعالى القرآن كله قرآن ايات محكمة ولا جدال فيها لكن الجدال كله في المخ اللي ما يستوعب حقيقة المعاني الكلام ماشي خليك يا حبيبي مفيش مشكلة روح نم في بيتكو وان شاء الله لما يجي لك دور برد والانفلوانزا لا تاخد يا حبيبي لا علاج ولا يحزنون ماشي اتوكل على الله خلاص ماشي انت نسيت اعقلها وتوكل معلش الناس اللي زي كده ديت هي الناس اللي احنا بنقول عليهم امزجتهم وعقليتهم سلبية الى حد كبير ويعني ربنا يكون فعونهم لان الامثال هذا الشخص يعتبر من المساكين يلا يعني بس اردت عليه احتراما لكم عشان بس اقول لكم يا اخوانا هذا الكلام اللي الاخ قاله ده كلام فاضي جدا وإساءة لفهم كلام ربنا سبحانه وتعالى صحيح الحياة والموت بيد الله ولكن سبحانه وتعالى قال لنا ايه قال لنا ان احنا نأخذ بالاسباب ما قال لناش طب وإلا بقى كلنا كنا نقعد في اي حتة ونسيب بالدوء لا نأكل ولا نشرب ولا اي حاجة يعني ماشي لحد لا نتوكل بس على الله وخلاص وإحنا قاعدين مكان طبعا كلام هذا الشخص يعني كلام انسان سلب جدا وانسان يعني ايه مش عارف اقول لكم ايه قوعه يكون في كتير منكم بهذا بهذه النوعية الاخ اللي بعده اسمه عبدال مش عارف عبدال ايه كده عبدال المهم يا دكتور ارجو الرد انا عندي الخصية اليمنى تقلمني فطرة يروح الالم وفطرة يرجع بس لما انام ترجع الالم واذا الفخدين اجمعين على الخصية وانا نايم اصحى والالم شديد طبعا طالما فيه الم ومستمر زي ما قلنا قبل كده لو الم بيستجيب وبيتحسن يبقى ما فيش عندك مشكلة لو بيستجيب وبيتحسن بالاجراءات اللي احنا شرحناها الاجراءات البسيطة لكن لو ما بيستجيبش ومستمر فطرة طويلة يبقى ايه شيء ربما يكون عندك التهب الخصيتين ربما يكون التهب البربخ ربما ربما اي حاجة مندي فلازم الواحد في الحالات دي يكشف وينهي المشكلة لحد ما تكشف حلك ان انت تاخد مسكينات واحتمال الالتهابات ده احتمال قوي فممكن تاخد مضاد بكتيريا من المضادات الفعالة اللي بعد كده واحد اسمه محمد خميس بيقول ايه ماذا يعني هذا واذا لن تعمل تمام باعدة شوق التحليل برضو الكتابة عربي مع انجليزي ميتل اقباطه اصوادي هيه ااااا عامل بي سي ار نيجاتيف مش عارف يعني مش فاهم البي سي ار نيجاتيف خلاص البي سي ار نيجاتيف وش معنى الانتي اتش بي اي يعني فين بقيت الحاجات هو بيتكلم طبعا على الكبد الوباء الكبد به فيروس الكبد به فين بقيت التحليل يا محمد لكن طالما البي سي ار سلبي فيا اما انت سليم خالص يا اما انت عندك الفيروس بس خامل بقيت التحليل نقدر من خلالها نقيم الحال فهد دكتور كم نسبة ان يكون تحليل الاتزي سلبي بالغلط بعد ست سنوات صفر النسبة صفر لا يوجد احتمال انه يطلع غلط صالح الدوسري دكتور هلال انا طلبته مش عارف ازاي اتابع الموضوع ما وصلنيش لا ايميل ولا حاجة ما احنا قلنا ان احنا ما عندناش امكانية نرد بالايميلات او اي حاجة انت طلبت ايه يعني ما تبقاش مبهم يعني انت عيد طلبك في نفس الرسالة طلبت ان احنا نتكلم عن حاجة معينة طلبت الرد على سؤال معين ولا ايه بالظبط مهلول السؤال بعده مهلول حسن كونك تستخدم شيفينج ماشين نفسها ما كانت الحلقة ما فيش مشكلة المهم الشافرة ودي حاجة الحاجة التانية برضو المهم مش الشافرة قوي المهم ان انت يا ترى بتستخدمها مباشرة بعده ولا ممكن هو يكون مستخدمها مبارح وانت استخدمتها النهارده لكن على كل حال الحل المشكلتك ان انت تتطمن على نفسك بالتحليل وان شاء الله تطلع سليم اذا طلع سليم تبقى تخلي بالك الحاجات الشخصية او اللي ممكن تتلوز بالدم ممنوع استخدامها يعني شفرة الحلقة ممنوع استخدامها فرشة الاسنان ممنوع استخدامها وطبعا لو الممارسة الجنسية والحاجات دي فاروق دكتور كيف اتصل بك من فضلك اخونا فاروق طبعا شرف ان انت تتصل بيا لكن احنا قلنا دايما ان احنا بنحب التواصل على القناة هنا او في الموقع لان الاتصال بيا بيبقى احيانا صعب اخونا فاروق برضو بيسأل هل هو في الجزائر ده بيتكلم على الدواء اللي احنا عملنا فيديو يا اخوان اظهر الناس ما بتتفرج على الفيديو او بتسمع حديث ما بتركزه او قلنا الدواء ده عملوه ونجحوه في اثبات الفاعلية بتاعته لكن ما نزلش السوق ليه لا ان مش كل دواء فعال بينزلوه السوق افرد الدواء بيقضع الفيروس به لكن بيعمل شلل عند البناء ادم ينزلوه السوق فلازم دراسات اخرى بعد اثبات الفاعلية لاثبات انه امن لا يمكن ينزل السوق الا لو بعد تجارب طويلة المدى بتاخد سنة وسنتين وتلاتة لاثبات ان هذا الدواء امن على حياة الانسان مش نعالج حاجة ونبوص حاجة تانية فعشان كده الاخ اللي بيسأل هل هو في الجزائر يا اخي لا هو في الجزائر ولا في اي دولة في العالم ده ده موجود ما زال تحت ده موجود فقط ما زال تحت البحث الاخ فهد القحتاني دكتور هلال ارجو الرد الرد على ايه قلنا بلي كده اللي ما نردش عليه عيد السؤال تاني بدل ما يقول ارجو الرد يقول ارجو الرد على سؤالي كذا 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 عشان يبقى الكلام اللي معه بعد كده الاستاذ احمد عبدالخالق بحاطة ارشادية عشان يساعدكو يعني اللي حبت توصل مع الدكتور هلال بصورة شخصية فده الرابط وحاطة رابط تبقى تشوفه في الردود تضغطوا عليه توصلوا الرابط اللي فيه شرح الطريقة المصلة للتواصل مع الدكتور هلال ومرة تانية الاستاذ احمد عبدالخالق بيعلن عن البس المباشر يوم الجمعة من كل اسبوع مع الدكتور هلال الساعة واحدة الظهر بتوقيت مصر بتوقيت القارن واحدة الظهر دي يعني في مصر يعني اتنين في السعودية وبكده وصلت الاخر الحلقة بتاعت النهاردة الخاصة بالرد على بعض اسئلة المتابعين على قناة الدكتور هلال واشوفكم دايما بخير مع فيديو جديد وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته